أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا نبدأ مع بعض التريند الأهلي وأول حاجة معنا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا تعديلات في تشكيل الأهلي أمام بيرومتز في الدوري مسلمان بيعتمد على الرباعي معلول أيمن أشرف بادر بنون أكرم توفيه في الخط الخلفي وسط الملبع يكون حمد فاتحي ديانج وممكن يكون في راحة لعمر السلية لكن خط الأمامي أفشا صلاح محسن طاهر محمد طاهر مع محمد شريف ده التشكيل المتوقع من خلال حساب الرسمي للأهرام وهنشوف الروتيشن بقى ممكن بيتسو مسيماني يعتمد عليه الفترة الجاية في ظل ضغط مباريات بيرومتز اسموحة المقولين المقصة 4 مباريات في 11 يوم طيب نروح للصفحة الرسمية لليوم السابع خمسة أهلوية يبحثون عن نظرة رضا من مسيماني في هوجة مباريات الدوري العنوان ده مخفيف بصراحة فكرة نظرة رضا عشان ما كنوش بيلعبوا ما بياخدوش مطشاط بمساحة زي التشكيلة الأساسية في هوجة مباريات الدوري عشان ضغط مطشاط كتير الفترة الجاية هما يصدقوا بالخمسة كهربا بواليا مروان محسن ناصر ماهر محمود متول هنشوف في الفترة الجاية بيتسو ازاي هيحضر للمطشاط دي وانا عند ثقة وكل الاهلوية عندهم ثقة في ان بيتسو مسيماني بيشتغل كويس جدا للمباريات الكبيرة والتحضير للمباريات القادمة كمان معنا من الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي بيتكلموا على تكيس جنياز الموديل الفني الجديد لبيراميد لعب أمام الاهل قبل كده ثلاث مرات لما كان بيقود وادي ديجلة لكن في الثلاث مباريات خسر الثلاث مباريات ويساعتها الاهل حسامهم جميعا وسجل فيها ست أهداف بينما فريق ديجلة مع تكيس جنياز المدرب اليوناني أحرزوا هدف واحد هي المباريات بفيها إصارة لكن في النهاية الأهل بيعرف يكسب تكيس جنياز في الفترة الأخيرة طيب نروح كمان للبعد وده هنا بقى الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي كاف بيكلموا على اللحظات الحاسمة لبعض اللاعبين حسين الشحات تخصص أهداف رائعة في نصف النهاية الوداد عشرين عشرين هدف كان عالمي والترجع عشرين واحد وعشرين هدف لا يقل عن إمكانيات الهدف اللي أحرزوا في الوداد تمريرة أفشا في مطش الترجي تمريرة ديانج في مباراة الوداد لكن حسين الشحات من اللاعبها المميزة ومحتاج تعامل نفسي مهم جدا والجمهور يصبر عليه لأن حسين عنده الكثير محتاج يقدمه الفترة اللي جاي لسه كمان الحساب الرسمي للكاف على تويتر بيتكلموا على محمد الشناوي لحظات مصيرة وتصديات مزهلة أفضل تصديات نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا هذا الموسم كانت مع محمد الشناوي عام الموسم ولا أروع مع النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي أكتر مباراة كلينشيت متقلق جدا في عدد من المباراة كان مباراة حسيمة تصديات الشناوي سهمت في إحراز الأهلي لنقاط وتأهله في دور المجموعات بعد كده سيمي فاينال مع الترجي كوارتر فاينال مع سانداونز وإن شاء الله هيكون حاضر بقوة وفي موعد نهاية إفريقيا أمام كايزر إيتشيفز طيب آخر حاجة معايا صفحة رسمية للوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا خمى بلية الأبرز تم اللاعبين يورطون كايزر إيتشيفز في أزمة قبل مباراة الأهلي طيب عشان نقفل الملف ده يا جماعة من دلوقتي هو النهاردة 36 والخبر يقصد إن النهاردة آخر موعد للعقود تم اللاعبين هم عشر لعبين بالمناسبة مش تمانية لكن فيه اتفاق مع اللاعبين على التجديد لمدة حوالي ستة شهر الفترة اللي جاية واللعاب النادي أصلا مش عايزه ومش هيجددله فما بيش أزمة قايزر إيتشيفز يلعب الأهلي بالصفوف كاملة بلاش نصدر فكرة إن الفرقة إمكانياتها قليلة فرقة قايزر إيتشيفز بنحترمها بشكل قوي جدا فرقة عمل التدايق عظيمة خلال الفترة الأخيرة فرقة عقصة الوداد اللي كان مرشح يكون في الفاينال للنهائي على أرضه فرقة عندها لعيبة ليها سبئة المشاركة في المهورات الإفريقية أبرزهم خاما بريد كان مع سانداونز في 2016 أنا على المستوى الشخصي تحدثت مع فينا مفوسة المتحدث لإعلام القايزر إيتشيفز خلال اليومين اللي فاتوا قال لي العيبة كلها هتكون موجودة ما فيش أزمة في أي لاعب سواء حالات كورونا أو تجديد تعاقد كل العيبة موجودة وفي دعم قوي من دولة جنوب إفريقيا لفريق قايزر إيتشيفز أمام النادي الأهلي وهيكون بيسافر في طهرة خاصة وكل الأمور جهزة لبطل جنوب إفريقيا ده كان المحتوى الموجود من خلال السوشيال ميديا ترند الأهلي